ما بتقلقش ان يكون لي كذا عمل دلوقتي في المرحلة دي في رمضان؟ لا خالص خالص لا يعني لو قصدك فكرة ان انا ما بقاش بعمل حاجات كتير عشان الناس او ان انا بعزز نفسي لا لانه انا بحسبها شكده تحسبها ازاي؟ بحسبها انه انا قريت الحدوتة وقريت الشخصية فعجبتني وتقصرت بيها ونفسي عملها ده بيدفعني طيب انا عندي وقت اقدر اعمل ده او عندك وقت طيب ينفع يتنسق ممكن يتنسق طيب في مشاريع كتيرة بتيجي مع مشاريع لو فقدتها او ما عملتهاش معرفش ازا كانت ممكن تيجي تاني ولا يعني رمضان الفاد ده انا جالي رشيد فمضيت رشيد جالي بعدها كذا مسلسل فبرفض برفض جالي تحت الوصاية فماشي كنت ممكن ارفض عشان انا بقى مركز تماما مع رشيد يعني كان ممكن ده يبقى افضل بس كنت اخسر ان انا ما بقاش في المسلسل ده فهي الحزبة مختلفة يعني الوقت حتى في اجازة بقى لي اكتر من شهرين تلاتة بقى مش حاجة ما عنديش الشغل مش عايز يبقى عندي بيتعرض عليك وانت في الاجازة دلوقتي بيتعرض عليك كتير اللهم عليك الحمد الالف الحمد والشكر لك يا رب بقيت تعرف تقول لا قوة الرفض دي نعمة كبيرة جدا 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 صعبة بس قوي اه ودرجاتي يعني مش مش سهلة خالص وخصوصا يعني في اللي احنا عايش فيه دلوقتي طبعا في الظروف اللي احنا فيها طبعا طبعا الواحد ما هواش حاسس بأمان يعني وطبعا بما ان الفلوس احد اهم عناصر المعيشة طبعا فبقى الموضوع مش سهل المقاومة يعني بس الحمد والله ربنا ايه ده ما هنعمل ليه مأجز؟ ليه مفارمل نفسك دلوقتي؟ ليه بترفض دلوقتي؟ هل بتعيد حساباتك؟ هل بتشوف؟ لا انا 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 في اجازة عشان انا كنت مقرر ان انا هيخد اجازة السنة اللي فاتت اجهات جدا والشخصيات كانت صعبة وكان فيه صفر كتير وتنقلات كتير وما كانش فيه راحة وانا بحب حياتي لما يبقى عندي اجازة ما عنديش شغل يبقى عندي روتين ليه علاقها بالبناء ادمين اللي ممكن يستمتعوا بيومهم شبه ان انا انا مبدري اصحى بدريه العبشاط رياضة ارى كتاب بحبه اتفرج على فلس بحبه الحاجات دي هي اللي بشوية عادات كده حياة يبقى فيه حياة عاملالي خلقالي توازن وخلقالي حياة يعني فمن وسط التزيون انا بقول الاجازة دي انا عايز ااخد اجازة فعلا ما بقاش بقول انا اخد اجازة انا دا العادة اخد اجازة يجي لي مشروع حلو يلا هنعملو خلص هنعملو دايما بنعملو انت بقى لك اسبوعين اجازة انا متحمس طيب تمامي يبقى انا محتاج اعرف انا محتاج اجازة ليه وهامل فيها ايه وهاخد وقتا دي واستيل لحد دلوقتي لو جالي مشروع كويس هقطع الاجازة واشتغل طبعا طبعا بما اني كمان خدت قريدي اجازة يعني بس بحس طلوقت ان انا محتاج ان انا يبقى عندي وقت خاص بيا استمتع بشكل شخصي اابقى مع عيلتي بشكل اكبر لان معظم السنة ببقاش معاهم ده كله مفيد جدا ليه كما مسل جدا فده مهم وبيتنسي بقى في دوامة الشغل حياة شغل كل يوم ده حقيقي عايز تعمل ايه بعد رشيد وتحت الوصاية وش في وش حابب ايه دلوقتي الخلط كمال اكيد بتقف وقفة مع نفسك وتقول هعمل ايه او نفسك تعمل ايه نفسي هعمل ايه مش في المرحلة اللي انا فيها لسه اه طبعا لان انا في مرحلة عرض وطلب انت تعالى اعمل الدوريل فلاني فهقرأ ممكن اقرأ عشر مشاريع مايجريش فيهم الحاجة اللي في خالي فاللي نفسي اعمله ده خطوة لسه قدامي انما لو بتكلم عن طبيعة ادوار او تركيبات معينة فالمساحة بالنسبة لي مفتوحة جدا طبيعة الادوار اللي ممكن احابب اعملها بعد كده مفتوحة بس الشيء اللي اكيد ان انا بحب الكوميديا جدا بحب الكوميديا جدا وقدمت كوميديا كتير اه ووش في وش يعني يقال انه يعني الحمدلله مين عرهاقك اكتر رشيد ولا تحت الوصاية تحت الوصاية طبعا تحت الوصاية اه 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 تحت الوصاية انت عملت دور كان عادي جدا ممكن تكره منه بجد وكرهت منه يعني ناس كرهيتك فعلا انا من الناس ما كنتش طيقاك يا خالد يعني لو وكلاما تبقى انت ومونا زكي لوحديكو فلا قطة بقى حاة ايدي على قلب اجراج لا قطة اه 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 حاجتي كنتم موترينه جدا كلمني عن تحت الوصاية وعن التجربة دى وابا اه ما خفتش انك تعمل حاجة تحس ان فاعل ممكن تكره فيها ولا ما حسبتهاش كده ده خلص الحمد لله ان الواحد حر عن انه يفكر بالاسلوب ده يعني الحمد لله يعني بالعكسة لو كرهت اكتر يعني انجحت يعني انجحت اللي هيتمادة ويكرهني في الحياة بعد المسلسل بعد لا ده يبقى حده بقى مش فاهم اه اه خلاص يبقى المشكلة عنده انما هو لو كرهني في خلاص عده وشافني في دور تاني فقال لي انا بحبك فهي بقى كده التمام يعني لعني تحت الوصاية محمد شاكر خضير ده خامس مشروع بشتغله معاين اه بحبه جدا جدا فيه كمية بيننا علي وبنحب الشغل مع بعض وفهمنا طريق بعض فاعرض علي المشروع وقريت بسطت جدا قال لي مين في المشروع تحمست وبسطت اكتر كان هيبع عندي مشكلة وحيدة هي ان انا بصور في رشيد ورشيد يعتبر اول بطولة ليا كبيرة شوية في رمضان ده حقيقي فقدت بتوتر جدا والصن من تحت الوصاية كان في دوميات دوميات قعدنا شهر ونص وبعد كده قعدنا خمستاشر يوم واسكندرية مارمطة عموما جدا جدا غير ظروف البحر التصوير في البحر قاسي جدا فبس طبعا كان يستاهل التحدي أصعب مشهد في تحت الوصاية أصعب مشهد في تحت الوصاية المشهد اللي حرقوا في المركب أه المشهد اللي حرقوا في المركب لأنه صعب جدا وده الاكتر يعني ولأنه للأسف الشديد يعني كان عندي تصوير بعد المشهد ده في القاهرة يعني كان يفوت ان انا خلص على الساعة 4-5 الفجر عشان انا هدور في القاهرة 9 الصبح فما فيش أصلا مجال لو نص ساعة اتأخر ممكن تعمل أزمة طبعا ممكن طبعا فكان صعب بكل ظروفه متوتر ومش عايز اتأخر على التصوير التاني ومتوتر لأنه المشهد في حريق وفي تفاصيل كتير وفي تعوير وفي دم فكان مشهد صعب جدا وكان في الاواخر كمان كان بيتصور فكان حاجة صعبة جدا شفت مونة زكي ازاي كممثلة انت مثلت مع نجمات كتير جدا مونة زكي يعني مونة صمت كتير تفكير كتير مش عارف اقول ايه ولا ايه بصراحة يعني مونة مكتهدة جدا ومخلصة جدا للشغلانة وما بتعملش حاجة مش مصدقها وما فيش حاجة بتعد عليها وخلاص لازم تبقى الحاجة منطقية ومشية في سياق سليم بالنسبة لها عندها قدرة في الوعي او في اللاوعي على انها تحتوي المجموعة كلها هي مش مركزة ان هي تعمل ده بس هي قادرة ان هي تتواصل وتتفاعل مع الناس كلها بذلت مجهود استثنائي في المشروع ده وده كان قدام عينينا وشخصية جميلة جدا يعني ما شفتش منها الحقيقة غير كل الحاجات اللي كويسة يعني وهاردوركر جدا لانها كمان هي بطلة اللي احنا بناعمل احنا بناعمل لين في المسلسل فطبعا لا يعني حاجة بس كنتوا تجنينوا بجد يعني هستغل الفرصة دي وقولكوا كنتوا اكتر من رائعين مشروع مكتمل من كل ناحية الحمد الله الصورة التمثيل يجنن بس عايز اقولك يعني تفاصيل المسلسل ده مش عايز سميها قضية لاني بكره الحاجات اللي بتضخم الموضوع وتقول قضية بس الموضوع اللي بتتكلموا فيه في المسلسل موضوع مهم جدا 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 ستة كتيرة بتعاني من المشاكل دي طب طب فأنتوا حطيتوا قديكوا على حاجة بص مشروع رائع بجد ربنا كرمنا ونصفتونا في رمضان لان طبعا بقى فيه فرايتي كبيرة جدا وتقلم ايدا مليانة مسلسلات ولكن الكويس منها بيبقى قليل للأسف الشديد فألف مبروك ليكلهم كلهم بجد يعني من قلبي